تحضور الأهل والأقارب والمدعوين جرت مناسبة تنصيب وتدريج شيخ كانتون لوالجديد بإقليم البحيرة أحمد محمد أدوم فورتي والذي عين بمرسوم الرئاسي في السادس من يوليو الجاري حضر مراسم التدريج حاكم إقليم البحيرة أدوم فورتي أمدوا التفاصيل مع حبيب محمد أبرص بهذه الفرحة الغامرة فتح أبناء كانتون ليو بإقليم البحيرة صفحة جديدة بتتويج أحمد محمد أدوم فورتي رئيسا جديدا للكانتون خلفا لوالده المتوفي مناسبة حاشدة حضرها العديد من المسؤولين من أبناء الإقليم فضلا عن الأهالي الذين قدموا من مختلف الأراضي الوطنية للمشاركة في هذه اللحظة التاريخية للكانتون محافظ مقاطعة فولي محمد جبرو في كلمته التنصيبية قال إن تعيين أحمد محمد أدوم فورتي رئيسا جديدا للكانتون ليو جاء بعد تشاور مجلس الأسرة الذي أفضى إلى هذا الاختيار وأن الإدارة المحلية للمقاطعة قد صادقت عليه وبناء على ذلك يدرج أحمد حسب العادات والتقاليد المتبعة في الإقليم كقائد جديد لإدارة شؤون الكنتون الأسرة من جانبها قدمت شكرها لكل الذين وقفوا معها من زوافات قائدها السابق محمد أدوم فورتي وحتى تنصيب ابنه أحمد في هذه المناسبة أما حاكم قليم البحيرة أدوم فورتي أحمد وبصفته أحد أعضاء الأسرة أكد بأن الكنتون تربطه علاقات متميزة مع بقية كانتونات الإقليم الأخرى مسنيا على المشاركين في المناسبة وللمعلومية فقد ولد أحمد محمد أدوم فورتي في عام 1984 بليوا بإقليم البحيرة وهو متزوج وأب لطفلين وحاصل على الماجستير في المالية والمحاسبة